يا دود تون كروز قصير. الوضع يفرق معك انت فيه. سوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دود ديزني نازل بكرة. انا مستنى اجرب فيكم وبعدنا اشوف انا هعمل ايه. كملت. لأ لسه. بس خلصت وخلصت اللي كان فيتني في باري. باري عمل حتة حلقة ها كده عام. وشفت كل اللي كان فيتني في ده اللي شفت. بس لسه يا انا عارف كويس قوي لوحات خلف لازم ابقى رايق قوي وهادي قوي ومركز قوي. فلما ببقى نص نص كده لأ ماشي مش قادر. ماشي دلوقتي. بالهيدر عظيم. بالهيدر العظيم واللغة الاخراجية بتاعة الحلقة السادسة. لو انا فكر صح حلقة الموتسيكلات يا جماعة دي الحلقة السادسة ايه يا جدعان اللي حصل فيها ده. ايه ايه ده مخ انهي انسان اللي يرسم سن ناريوهات زي دي. ما نزلش في اي حتة. مش عارف اشوف. الحلقة التانية. لا مشوفت ايش. انا شفت الحلقة بتاع جيبارو. لانت شفتكم بتتكلموا عنها خالص. كويس يعني. فاتفرجت عليها. وطردتني كوابيسي جي تلات ليالي ولا بعض. كملت توكي فيس. بطوف كورس. توكي فيس مخلص وحلو جدا يا سي. انا مستني اخلص انت حالت اشوف باري بوناع مع ترشيح حضرت. بتنبسط اوي 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 يا محمد. عاوزين حلقة حرق الباري. انا باري ده يتهيقلي كل اللي بتفرجوا عليه ممكن يكونوا عاديين معنا في الستريم. فحنا ممكن نرغي كده احنا عاديين. باري ده كم جزء ده سيزن التالت لو انا فاكر صحي مش عارف تالت اللي ربعات تالتي يتهيقلي. هو اسأن ما بقلهاش لازمة. ليه? ما هي اللي بنشوف عليها ويوند السيتي واللي بنشوف عليها دي اوفر. واللي بنشوف عليها باري. ونزلت من عليها كمان كمان وفيلم كمان. وغالبا انا دايما بنزل الافلام اللي هي دومنلود ديت وبستنها لما تاكس باير وبعدين ننزل الافلام غير. ولا بتفرج عليهم ولا بتناجر. بتنزلهم ازاي يا دود? مفيش حلقة لطوب جان ونورثمن? اه لا ما اعتقدش هيبقى فيه حلقة حلقة ممكن نبقى نتكلم فيها في المناقشة بتاعة الشهر مع ماهر. وممكن نتكلم دلوقتي من غير حارة عادي لو حبينا. ماهري حتشوف كيرا والجن. اه طبعا. نستنيينو ينزل. باتني تريلر على بعدها اصلا ولا نعمل عليها تريلر او بتاع ترتيب في افلام السنة ايه? يعني حاسبقى في المتوسط المرتفع انا مش مجمع كل الافلام اللي شفتها في سنة عشان عارف ارتبه. بدري لسه عالكلام ده. دود الافلام والمسلسلات العظيمة هل لازم تبقى هادفة? لا خالص. ولا متمسكة بس يكفي تكون عظيمة. متمسكة دي صفة جودة مش هدف اساسي وشرط قائم على روعة الافلام او اه انها تفضل في زاكرتك لفترة طويلة. مفيش مفيش تركيبة واقلا كان كل ناس اتبعت. متوقع كده وجانح هيكون شبه الكنز في النوعية بتاعت الدراما. معرفش انا ما قاردش الرواية. اللي ارد الرواية هما اللي قدروا يقول لنا الكلام ده. لازم اشوف بيتر كول سول عشان اشوف بريكينج باد. اه هو الانجليزي غالبا ما لخبط الجملة. بس اه المتعة بتر كول سول لا تكتمل من غير ما تكون شايف بريكينج باد الاول. اخبار دي اوفر معاك. حلو. اه يتهيق لي الحلقة الجديدة اللي مفوتكم نزلت. حقوم ادور عليها بعد ما نخلص السترين. ماي ايبس ماي ومع ذلك مفيش خط درامي مش متغزي كفاية. والاحدات كتيرة جدا. الحلقة السادسة في باري افضل حلقة في المسلسل عمتا ولا الخمسة في الموسم التاني احلى. الخمسة في الموسم التاني. اللا اللا. حلقة الكونج فو دايك مفيش زي. من اللي انا شفتهم يا. والناس اللي شافت حاجات تانية عارفة اكتر. بس دول اللي انا عرفهم يا. شفتوا الكوميدي سبيشل الاخراني بتاع ريكي جيرفيز. فرقت عليه مبارح. هو زمنه ساعة تقريبا. ده حكت في مرتين بس. بموجود في نتفلكس. ريكي جيرفيز بقى بايخ قوي كده. مش قادر اقول ان هو كان بايخ. بس كان جريمي قوي. يعني هو عمال يتكلام عن مواضيع السودوية فشخة. هو عمال يقول نكت عليها. والنكت بتاعته مش قادرة تتخطى السواد اللي هو بيعالجه. في مرتين ده حكت منهم من قلبي يعني. جمدين جدا. بقيت الوقت بتأمل فا اللي انت بتقوله. مش مستبوخه. بس مش شايف ان فيه حاجة تدعو للدحك يعني. بس2 2022 movie so far. واحنا شفتنا ايه السنة معرفش ميالي ان انا اقول طوب جان يعني من الافلام الاخيرة كانت حلوة طوب جان كان حلو ده نورثمن كان حلو جدا بس هل احنا شفنا حاجة احسن منه معقول مش فاكر بس را ده باتمان ده نورثمن ده باتمان كان جميل بس ما بين بيك صعبة ده باتمان ده نورثمن وتوب جان مافريك تصدق انا ممكن ابقى ميال طوب جان ما بين التلاتة طوب جان احسن مش حادر اقول احسن لان هو فيلم ابسط بس هو أمتع تعالي نتفق أن توب جان في السينما في آيماكس في تجربة سماعية نظيفة متعة سينمائية نادرة الوجود في زماننا ده لازم نشوف توب جان الجزء الأول حيساعد بس لو ما شفتهوش مش فارق يعني مش هيبوز عليكم الفيلم ده بس حيساعد في أنكم لو شفتوه الأول الجنب العاطفي بالتحديد هيبقى أشد توم كروز ناجح أو مجرد توم كروز مسايطر على السينما من سنة الثمانين ماذا تقول أنت بس توم كروز ممثل ضعيف أنت اللي مشاهد ضعيف أنت في أنت أو طلع لي لو خصيتك أركين لي على جنب وطلع لي لو خصيتك شفت أنت إيه لتوم كروز حشان تقوله ممثل ضعيف جبتهم دي ممثل ضعيف توم كروز تونت مان أنا بقى حبتدي أضيائكو وأسألكو هو أنت وموليد سنة كهام وحاجات زي كده أنا معرفش الناس ما شفتش فانيلا سكاين إعلار ضعي ما الرجل بيقول ماجنوليا ما شفتوش انترفيو ما شفتوش جريما جوائر إحنا ممكن نمشي في ديت وطلع لكم عشر أفلام يسبتوا أي حد في الدنيا ما شفتوش كولاترال شفت كولاترال يا بابا آه آه إيه آه إيه يا جدعان أحي اسمه إيه زفت آآ آآ حتى الأفلام الأكشن بتتكلموا عليها ديت دا وتعمل فيها أداء كويس جدا وده فيلم تحت الرادار تماما حتى الأفلام التجرية فشخة بتاعته يعني هو عامل فيها شغله وزيادة مينورتي ريبورت يا نهر اسويت يجدعان مينورتي ريبورت المشهد البنت بتحكيله فيه اللي حصل لابنه أنا ما بقدرش أتفرج عليه تاني من أداء توم كروز يعني المشهد دا لو أنا تزنقت في مينورتي ريبورت إن هو قدامي في التلفزيون ولقيتنا دخلين على المشهد دا لو قاعد في وسط ناس مش عاوزين يقلبوا التلفزيون بقوا مامشي والله العظيم وبهزر مش من الكتابة مش من البتاع من أداء توم كروز بس هو أصلا عندي مشكلة مع الفيلم يعني أنا بحب بدا مينورتي ريبورت جدا لدرجة إنه مبطئش هتفرج عليه يعني مش عاوز تفرج عليه تاني من الأفلام المؤلمة جدا بالنسبة لإنه أتعرض لها تاني أصلا بصراحة كنت دائما بقول صاحب توم كروز ممثل هايل بس هامه اللي يقوله عايز الحق يعني الأخ الرافيق والأخ الرافيق براد بيت والأخ الرافيق توم كروز ضغطوا على أعصاب أجيال كتير جدا من الرجالة بقيتكت عايزة أقول مصريين وبعدكتكت عايزة أقول العرب ومصراحة رجالة العلام كلهم يعني الموضوع ضغط على أعصابنا جدا بصراحة فإحنا عاوزين بشكل أو بآخر نلبسهم أي مصيبة ده ممثل تعبان ده أغلى ستانت من في العالم ده ما بيعرفش يمثل ده أوفر ريتل ده ما معرفش مين ده أنت مش قادر تقبل أن هذا الشخص اللي كبت إحساسنا في عالم البنات لعمرنا كله تقريبا في الحقيقة ممثل جامعة فاش خبرنا توم كروز ده كده ستين سنة آه بالظبط أنت كده جي جي توم كروز ستين سنة وعمل الأكشن بتاع توب جان ومشن إمبوزبل مع بعض أنت كده كونجراتيليشنز خلاص مش أنت إحنا حقيقة بس أفيو جود من يعني هو مش أعظم أداء في الفيلم أوصنا يعني جاك نيكلسون بصراحة زي ما تقول كده جي ورح قاعد يعني خات خطوطين ثلاثة ورح رفع كرش وكده ورح حطه على كل الممثلين اللي في ديك أم الفيلم لو فيكم راجل فاكر نفسه ممثل ينزل تحت كرش يا دود بس توم كروز ليه أفلام واقعة زي War of the World توم كروز ليه أفلام واقعة صحيح مية في المية وكتير جدا زي War of the World ليه 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 تجيبني وبعدين توديني في نفس الجملة ليه تعمل كده يعني كنت جاي ليه ترجعني في وسط السكة انت عجبك The Northman يا دود جدا 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 يس عجبتك نهاية The Northman عمدا جدا 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 لا لا خلص خلص دول جريتي ودمويين وعناف وزوايا التصوير فيهم فكرتني جدا باسمه ايه ده من الكلوزبس والتنقلات بتاعت الكاميرا السريعة والكلام ده لا ما قدرش أقول حبيت نهاية The Northman ما ينفعش تحب نهاية The Northman بس ينفع تعجب بأبعاد الأسطورة The Northman كله على بعضه عبارة عن أسطورة شعبية ممزوجة ببعض التفاصيل التاريخية في الإرث بتاع الفايكينجز والكلام ده كله وهم لما جمراوها حسب الكتب بتاعتهم والشعر بتاعهم القديم والحاجات ده كل ودي كلها كان في منها نسخ كتير النسخة اللي في الفيلم دي هي الأقل رواياتا يعني فيه نسخ كتير قوي لفكرة الأمير اللي عمه قتل أبوه واستولى على العرش بتاعه وبعد كده اللي هو عمله ده بقى حسب ما أنا قريت فيه منه نسخ كتير قوي النسخة بتاعت الفيلم ده هي الأقل تداولا بس أبعدها كأسطورة كانت لازم تنتهي النهاية دي يعني هي دي النقطة اللي بتلتقي فيها جميع الأساطير جميع النسخ بتاعت الأساطير نهاية The Northman هيحبها اللي بيحب النهايات المنطقية بعيدا عن المنطقية هي نهاية ملحمية نهاية ملحمية في محلها والتقلبات اللي حصلت في نهاية القصة درامية النطجة جدا شايف إن كان لازم يكون فيه fight scenes أكتر في The Northman لا ما حسدش بنقص في الفايت scenes والمشاهد اللي احنا عدنا بيها معقولة كويسة وبعدين أنا أعتقد إن الأولوية بتاعت الفيلم كانت محاولة مقربة لأسطورة بلغة سينمائية معصرة وده إحساس ممكن يوصل للمشاهد في عدد كبير جدا من المشاهد وعدد كبير جدا من الجمل الحوارية تحس إنك بتتفرج على فيلم مرسوم على حاقة معبد بما فيها مشهد الفايت الأخير نورثمان كان متوقع أنا بقولك دي أسطورة سيكندنافية بقالها إلى مئة السنين إيه اللي مش حيبقى متوقع فيها حد فيكم خد باله من اسم البطل اسم الشخصية اسم البرنس هاملت هاملت دي نفس القصة بتاعت هاملت ويليام شيكسبير أصلا متأثر بالأسطورة لسكندنافية في رواية هاملت البرنس بتاعت دنمارك اللي عمه خانه واتجوزهمه أتلبه أحياء التوظيف والتماثل والرمزيات اللي تم تقدمها خلال الفيلم مع الحيوانات مرحلة بتاعت الذئب والمرحلة بتاعت دي قصة سينبا بالضبط شيكسبير والاسكندنافيين أصلا سرقينها من دس مرحلة بتاعت الذئب والمرحلة بتاعت الدب والمرحلة بتاعت الكرو والمرحلة بتاعت الكلب كل مرحلة فيهم بتمثل انعكاس لطبيعة شخصيته وإحساسه في النقطة دي يا دو ده عجبك أداء أداء أليكزندر سكارسجارد في ذا نورثمن الأفضل لي بس الأداء الأعظم في ذا نورثمن عموما نيكول كيدمن بصراحة كنت متوقع أن نيكول كيدمن هتكون ضيفة شرف وبس بس أداءها عجبني جدا نار دوو دوو أنا غاليبا هروح أشوف النسخة الأنكة بتاعت الفيلم عشان عاوز أشوف مشاهدة كلها من غير العلم اللي حصل في النسمة دا حbullت انه في أجزاء غير منطقية عشان القصة تمشي د ده انعكاس لما فهم الأسطورة باست حتى بأ biếtres تحديد المشاهد الخرافية يعني ما قدرتش هشوف الحاجات ده قعيوب ده مكون أساسي في طريقة السرد مشهدك المفضل في المفضل ومرايك في السكور مشهدي المفضل في ده نورثمند يمكن يكون المشهد اللي جاب فيه السيف ده سكور مش معلم معي هو ده نورت من فيلم فني بزيادة خالص فيلم ابروتشابل جدا ما تعقدوش نفسكم من الافلام عرفت تفهم كل رمزيات اللي في الفيلم ولا في حاجة واحد منك برضو حساسة ان انت عايز تنتحيني مش عارف ليه يعني لقطت اللي رايحني فهمت اللي بزتني طب انا كده ما لقطت انا ما لقطتش ولا رمزية كده راحت عليها متعة الفيلم واعمال السنة في نفس الوقت انت كده محتاج تجيب اعلى سكور ممكن في الفاينلز ولا مش هندخلك معنا سينما السنة الجاي هتخش السينما بتاعة الفقرة اوديون بقى والحاجات دي برأيك ليه فيلم ده نورت من لقى استقبال سيء عندنا هو فيه ايه فيلم لقى استقبال جيد عندنا انا يا تيلر جوي كانت مناسبة للدور في رأيك يا دود اه طبعا انا خايف من ده نورت من عشان ما شفتهش ما شفتش بورغ لايت هاوس وما حبتهش انا ما شفتش ده لايت هاوس شفت ده وشفت ده ده ابروتش بالاكتر يا جماعة ده نورت من فيلمه ابروتش بالجدا فوش ايه مشكلة يعني فيه فيه طبعا مفردات فنية عميقة هيلة خطيرة جبارة تتأمل فيها وتلقوا ترمزيات واجيب اعمال سنة وممكن كمان تعمل مشروع صغير في النص وحاجات زي كده كله هيساعدك في الدرجات فوش حاجة توقع يعني لو كتبت اسمك هتاخد عليه درجة يعني بس لو على مصعيد الحدوتة فيه حدوتة وفيها تقلبات وفيها الرجل من شوية قال لك فيه توستايا الفيلم فيه توستايا فعلا توستايا جمدة جدا كمان هل تتوقع انيا تيلر جوي ممكن تكون فائزة بالاسكار في المستقبل نعم نعم انيا تيلر جوي انسل الجورد مايك زفت ده مايلز تيلر باري كيون فيه اسماء كتيرة جدا من الممثلين الشباب انا متوقع ان هم حيبتدوا يظهروا في ترشحات الاكاديمية اكيد يا تيموتي شلقامي طبعا ياس توم هولند اور تيموتي شالموه ايه 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 استنى بس تيموتي شالمونا انت عطشان يا دود افضل جزء الاول طبعا ممكن ترتب المواسم بتاعت سترينجر تينجز ممكن تنظر حضرتك صعب شوية يعني مش فكرهم كويس الاول يعني يفكر كويس قوي ويل بالسرش بتاعه بالازمة الدرامية والنفسية بتاعت هوبر بجويس ورحلة البحث عنه الموسم معلم معيه كويس قوي يعني الموسم التاني ايه اللي حصل في الموسم التاني كان الماين فلاير صح الموسم التاني كان بتاع الماين فلاير الموسم التالت بتاع المول مش عارف ربيتهم والله يعني مش حضرني مش مجمع في مخي ايه الفرق اما بين الموسم التاني والموسم التالت مين فيهم كان التاني ومين فيهم كان التالت التالت بتاع المول التاني بتاع كانت متخباية ايه بتاع كانت متخباية يعني التالت بتاع المولقة إن بتاع المول دا كان زريف بتاع آه التاني بتاع ويل لما كان لما كان جاسوس بتاع السباي صح طيب والله والله ينتوش والطار احنا جمعناهم هم لو حرتب الاربعة بالطريقة دي ممكن اكتشيلي زي ما هم كده واحد دين ترات اربعة مع الوضع في الاعتبار ان مفهومش موسم وحش مفهومش موسم ينفع اتقل عليه وحش شعورك في الحلقة السبعة انا حسس ان كثيرون ملتفون حول الحلقة السبعة قليلون متذكرون لروعة الحلقة الرابعة انا عندي الحلقة الرابعة هي الهايلايت بتاع السيزن خط شخصية ديفيد هاربر هو افضل حاجة في الجزء الخير من سرينجر تينجز لا والله خط الاحداث بتاع هوكنز ماذا تقول انت عاوز تقول ان في خط احداث في ايدي و دستن وما يبقاش اعظم خط احداث مش في المسلسل ده بس في التلفزيون كله ايدي و دستن موجودين مع بعض في مكان واحد وما يبقاش اعظم خط احداث انا حديك فرصة تراجع اللي انت قلته رأيك في ايدي يا دود سوبر فاكن كول اول من اخباركو معلش ياخد حقي من التريلر حصل ولا ما حصلش وارا باوت ستيف وستيف طبعا والله يمندي له حقه في الحلقة بيت سوزن كان عظيم هازلي اكتر من اللازم شوية مش عارف لو هازلي بس كان ويس اندرسن شوية لا ويس اندرسن ما يدركش حاجة بالطريقة دي اتنظر كونتكست كمان يا زي ما يكون الكوميديا بتاعته محظوء احبا ويل جوت ماتش اولدر هردو في المراجعة كنت بقول العيال دمها تقل شوية لما كبرت معادة دستن وفي الاساس ويل وقل دمهم تقل على قلبي منه وهم عيال فما بالك بقى دلوقتي يوصلوا بايا الفين يا عم اوكي بس بالتسريحة بتاعت جيم كاري في ضمن ضمر اللي هو عملها مايك بتاعت سترينجر تينجز والله بلعتها المرة دي بس هي ريزك كبيرة قوي معاينة بالتحديد فمعرفش لو لو كملوا عليها في الموسم الاخير معرفش حيبك وضع معها ايه ده انت صاحب حركة الحلقة 25 ديئة ضربوني في حوش بيتي يا دود 25 ديئة هصدر لك باري وتفهمه مع بعض هتعمل مراجعة المجلد التاني حسب لو طلع في كلام كافي يملى حلقة حامل قعدت سبع حلقات تحزق وتتشحتف بجد يعني حزقت حزق حزقت كمية حزق وتعيط وتكتائب وتتنائي يا ربي فكرتني بالفنانة نسرين في مسلسل الشهد والدموع روبين يدود روبين سكول بس مش شخصيتها مش طغية قوي والديقت من نانسي رغم ان الشخصية بتاعتها واخد مساحة كويسة بس مش احسن حالة برضو مش احسن فورنا هو حوار هوبر ده بتادي تأمل منه لا هوبر يعني الستنج اللي هو فيه بصراع اللي هو فيه بكل حاجة بتحصل معاه مختلفة جدا فأنا بقى لهم يعني أنا لو حرتبهم هو احنا في البداية كان كاليفورنيا هوكنز روسيا بعدين بقى فيه كاليفورنيا هوكنز قل وحدها كنت أتمنى ينسوها أصلا وروسيا لو حرتبهم يبقى هوكنز روسيا كاليفورنيا قل من الجودة للأقل جودة ده حرق ده كل الكلام ده باين في التريلر والله اللايف حينزل على ستريم جامد لا مزوعة ما قلناش حاجة ينفع تنزل على ستريم جامد قلناش حاجة كتير ينفع تنزل على فيلم جامد نفسي في مرة أعمل كده أقلم الديسكاشن اللي احنا عملناه دوت ونزله على فيلم جامد منتا إيه اللي ما أنا عاجب مش عارف مش عارف أتخطى الحاجز بتاع طبيعة الحلقات اللي تتحط على فيلم جامد مش عارف خناتك ونت حر فيها والله أنا حابي بصدق كده بس مش عارف هجرب مش مشكلة نزل بتاع طوم كروز يعني احنا اتكلمنا على حاجات كتير في الانترتيمنت ليه ما نشاركهاش مع الناس مش فاهم انت تخطيته مرة وتوقعتها حتكمل بس ما كملتش اه اه مش عارف بخش باجي بعد كده اللي ستريم احطه في البرنامج بتاع الإدتينج وطلع ماتيريال عشان تروح على ستريم جامد ألاقي كل الماتيريال للسينما فأقول ما يفعش تنزل في حتة ان المخ الانساني يهديني لان انا عندي قناة بتاع اديك ام سينما اصلا واللي قال عن من كده ألاقينا اتكلمنا في الكرة كتير فاشخ اتكلمنا مثلا حسبة حلقة عشرين دقيقة عن مهاجمين المفضلين في التاريخ او ليه ميسي معرفش ماله او ليه معرفش مين ما عنديش قناة تنفع للكلام ده تحمر يا بابا مش انت عندك مطش جامد اه 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 ايه